اتحاد الكرة اختر نادي الزمالك باستدعاء جوزي جوميز مدرب الفريق للتحقيق غدا في لجنة الانضباط بخصوص وقاعة مباراة الزمالك والمصري فاكرنا طبعا الواقع الجوزي جوميز دفع فيها الحاكم الرابع عاطف حسين وهيتم تحقيق مع جوزي جوميز لكن مفيش عقوبات هيتم اتخاذها قبل السوبر المصري تاني مفيش عقوبات هيتم اتخاذها قبل السوبر المصري تمام طيب رأيشي وانا كنت في قصة دي قبل كده وهقوله تاني وقت الوقع دي وقت الوقع دي انا هوريك الخلل فين معلش انا دي يخده مني بس دي قتين فيها هوريك الخلل فين جوزي جوميز لما دفع الحاكم في لائحة العقوبات دفع الحاكم دفع الحاكم باليد واضحة يعني عقوبة يعني ايه جرم واضح والعقوبة واضحة دفع الحاكم باليد اقاف ثمان مباريات كانت الدنيا وقتها سخنانة وفي حكايات وفي قصص فقال لك ايه يا عامي بدلا ما نصدر عقوبة على الراجل نحولها اللجنة الانضباط تاخد وقتها وان شاء الله الناس هتنسى فاكبت ان عاطف حسين تلقى وتكلم في الموضوع وقال ان انا بعدت تقرير وقلت انه المدرب دافعني فابتدى الموضوع يحصل فيه كلام تاني وهيبقى فيه تحيات بس انا بقولك وما كدبش عليك يعني انا كنت سألت في الموضوع دوت وقالولي يا عامي خاص بقى الموضوع يتنسى قالولي نصا كده يا عامي خاص بقى الموضوع يتنسى احد المسؤولين يعني في تحيات الكورة هاي عامي خاص بموضوع يتنسى طيب هتقولي يا الكريم هوا انت تعايش جوزي جوميز يتعاقب هقولك انا مش عايش حد يتعاقب نفس الناس كلها متتعاقبش كل اللي موجودين في الكورة في مصر ان شاء الله ما يتعاقبوش كلهم كلهم يبقوا ماشيين كده زي الفل انا بس مشكلتي دلوقتي لو الموضوع ده تنسى وما كانش فيه عقوبة لما ايه مدرب تاني يعمل نفس الحركة مدرب الاهل عشان انت هتقولي ايه الحد عشان اهلاوي ده ايه الحد عشان زمالكاوي مدرب الاهل العكس المنافس لما هيعمل كده وفكرت انت مثلا تعاقبه هيقولك ببساطة طيب انت شمعنا ما اعقبتش ده بتاع الاسماعيلي بتاع المصري بتاع سيراميك بتاع مودرن بتاع بيرامنز حقه يقولي شمعنا طيب الان انت من الدوشة والناس وتقعد تهاجم اتحاد الكورة الان من الدوشة دي والله ادام ما بتمشيش باجراءات واضحة وصارمة على الكل هتفضل الدوشة موجودة هتفضل الدوشة موجودة طيب اقولك بقى حاجة مختلفة تماما عن كل اللي انت سمعته انا دلوقتي لما جوزيجو ميز يتعاقب بقى اي عقوبة بقى بعد ما يعني يبقى في التحيات للاجنة الاندباط هقولك العقوبة دي انا بالنسبة لي عقوبة غير عادلة يا عم انت مش لسه بتقول لازم يتعاقب اه بس كان يتعاقب الموسم اللي فات هو انت ليه سيبت ويلعب بتاع سبع تمن مطشاط بعد مباراة المصري كان الموسم خلص للزمالك يعني وقتها لو حتى كان جوزيجو ميز يتعاقب بالإيقاف كانت هتعدي والموسم كان خلصان للزمالك وكان كلها هيبقى متراضة لكن دلوقتي لما تيجي تروح للزمالك تقول له معلش احنا هناخن منك جوزيجو ميز في بداية الموسم تمان مباريات عقوب هي يقول لك لا انا انت هتعاقبني ليه بقى أسهر راجع من كنت تعاقب تانية في الموسم اللي فات اللي حصل في الوقت فتلا نفسك دخلت تاني في حوارات وقصص وكل واحد بقى يقول لك حق شايف انت بتعمل ايه شايف اللي بيفكر وبيدير بيعمل ايه بتعمل دوشة عالفوضي وفاكة جوزيجو ميز ده كل اللي هي بتقول لك بضر مهزب ومحترم وبتعامل مع الناس كويس كل شيء غلط كلنا بنغلط خد عقوبة الغلط ده الكل الباقي مش هيغلط واللي هيغلط هيتعاقب زي ما جوزيجو ميز اتعاقب لكن انت هتسمح لي ده النهاردة وتعداله اللي بكرة هتسمح له وتعداله هنعيش بقى كده